حتى عندما قاطع الشعب الانتخابات واعتزل قسمتهم السياسية لم يسلم من اللعب على ورقته وجعله ضحية الصراعات السياسية الكتل المرتبطة بالميليشيات التي خسرت مكاسبها بدأت تتحدث عن أن الإقرار بنتيجة الانتخابات يهدد ما سمته بالسلم الأهلي في البلاد في تهديد مبطن بتحرك عسكريا على أساس طائفي وفقا لمراقبين وعلى الطرف الآخر التيار الصدري عزف على ذات الوتر محذرا من أن أي تحرك ضد عدم الإقرار بنتيجة الانتخابات سوف يجر البلاد إلى حرب أهلية وفق وصفه لكن الحقيقة هي الصراع السياسي لا أكثر ولن يتورع أي طرف عن استخدام كل الوسائل لضمان مكتسباته في نظام المحاصصة ولو اضطروا إلى حرق البلاد بمن فيها وإدخالها في صراعات لا تبقي ولا تذر فالأحزاب المدعومة من إيران كما تقول صحيفة واشنطن بوست لن ترضى بالخسارة وبدأت تهدد بالتصعيد وتلوح باستخدام القوة مؤسسة تشاتام هاوس البحثية أيضا أكدت أن ميليشيا الحشد ستستخدم القوة والتهديدات في المساومة على المناصب لامتلاكها أكثر من 160 ألف عنصر مسلح تلك التهديدات ستدفع مقتدى الصدر نهاية الأمر إلى التفاوض معها لتشكيل حكومة جديدة مشتركة كما تقول وكالة فرانس بريس أي أن كل حديث الصدر السابق عن كف يد الميليشيات وشعاراته الوطنية لا معنى لها أمام حقيقة تجذر نظام المحاصصة في الوسط السياسي وأن أي ثقب في سفينة نظام السياسي سيغرق الجميع بما فيهم التيار الصدري كسر قاعدة المحاصصة وتغلب الكتلة الأكبر وتنقية الأجواء السياسية من الفساد مهمة مستحيلة من أي طرف إذا كان داخل حلبة الصراع السياسي فمشكلة العراق الأولى هي انعدام الأرضية الوطنية وخضوعه للوصاية الأمريكية والإيرانية بالدرجة الأولى